تمنى أن تتأهل المدخذة العربية إلى الدور أو تأسي العالم كيف ترى أنت القرعة بشكل عام ومواجهتي أيضا الجزائر ومصر نعم أبدأ من المنتخب الوطني الجزائري أنا حتى أكون صريحا يا يوسري لم أتمنى أبدا مواجهة المنتخب الكاميروني قبل القرعة بل بالعكس تماما كنت أتمنى مواجهة الفريق الأضعف لماذا؟ بعيدا عن العواطف نحن لسنا في أحسن أحوالنا حاليا المنتخب الوطني الجزائري يعاني من فترة فراغ رهيبة مع نويات في الحضيظ بعد الخروج الذي يمكن اعتباره مذلا لماذا؟ لأننا أبطال إفريقيا نخرج من الدور الأول بعدف واحد فقط ننهزم أمام غينيا الاستوائية ونتعادل بصعوبة أمام منتخب سيراليون وننهزم بثلاثية كاملة تحت الرأفة من منتخب كوديفور لذلك أنا أبعد ما أكون عن التفاؤل أو أن أتمنى الوقوع أمام منتخب منتخب عملاق من عمال قتل قارة حتى وأن الكاميرون ليست هي الأقوى حاليا في إفريقيا حتى لو تتوج بكأس أمام إفريقيا لكنها تبقى من بين الأقوى ولا ننسى أن المنتخب الكاميروني هو النقطة السوداء في تاريخ الكراء الجزائرية لم يسبق لنا وأنفزنا رسميا على هذا المنتخب واجهناه في العديد من المرات خمس مرات كاملة أو ست مرات كاملة في المواجهة الرسمية لم تتمكن النخبة الوطنية من الفوز على الكاميرون حتى بجيلها الذهب في ثمانينات القرن الماضي بقيادة أساطير الكراء الجزائرية حينها فشل المنتخب الوطني الجزائري في الفوز على المنتخب الكاميروني حتى في المباراية الودية هناك فقط فوز واحد وجهناهم مرتين فوزنا عليهم في دورة ودية في ليبروفيل بربعية كاملة سجل منها من صابح هدفين وعزيز قشير الذي نحييه أيضا سجل هدفين فوزنا عليهم أربعة صفر هذا هو الفوز الوحيد للنخبة الوطنية على الكاميرون كان فوزا وديا لذلك المباراة ستكون صعبة جدا ولكن قلت لك الكاميرون ليست أقوى منتخب حاليا في القراء الصمراء المهم أننا تفدينا منتخبات أخرى أقوى من الكاميرون على الأقل حسب رأيه منتخب السنغال أقوى من المنتخب الكاميروني على الورق الأسماء أحسن من الأسماء التي تملكها الكاميرون هذه الأسماء مثلا في السنغال ستتحول لا يمكن أن نحكم على أداء المنتخب السنغالي في كأس أمم إفريقيا مع رغبة هؤلاء في الذهاب إلى مونديال 2022 أنت تعلم أن التحفيز كبير جدا في منافسة مثل كأس العالم كل اللاعبين حلومهم الأكبر في مشوارهم هو الذهاب إلى كأس العالم أما بخصوص المواجهات الأخرى مصر مواجهتها أمام منتخب السنغالي ستكون صعبة سنفتقد للأسف واحدا من النجمين صاديوماني أو محمد صلاح في كأس العالم المقبلة وهذه ضربة للكرة الإفريقية وللكرة العالمية ترجمة نانسي قنقر